قالي عن غيرة الستات أو عن الستات عموما اتزوج بعدك بالراحل على ذكرى المطربة ذكرى الله يرحمها وقتها حسنتي بغيرة ولا الفترة كانت كبيرة لا خالص لا خالص لأن ذكرى برضو حد جميل وطيب جدا جدا وصحبتي جدا جدا الله يرحمها فكنت بقعد معها كتير قوي عند الأستاذ ويسال نادا وعند السناريست وعند ومعها الأستاذ هانيم هنة وكان يعني كنا قبل ما يتجوزها بنقعد مجموعة قبل نجوز ذكره فصحبتي جدا فلما اتجوزها بالعكس أنا ما زالتش خالص يعني عادي كنت متصالحة مع دورتك لا لا هو كان متجوز كمان واحدة اسمها جهان القمري ممثلة معروفة جدا أنا لغاية دلوقتي ما بقبلها أهلا دورتي بعدي طبعا اتجوزها بعدي مش قبل وبقبل حالان تورك أهلا دورتي مبسوطا أنك بتشوفي دورتك لا يعني خلاص يعني أصلي ده موضوع وانتهي من زمان ولو سعدتها برضو ما المهم أنا يعني هو معايا قبلي مش مهم وبعدي مش مهم المهم أنه هو معايا كان ماشي زي الساعة الحقيقة زي الساعة زي الساعة أقول له 8 في البيت تبقى موجود 9 في البيت تبقى موجود يقول لي حاضر مش عارف ايه حاضر تنزل البنك حاضر في capacity حاضر يعني هو كان كنت تنيسها تارا آه كان يسمع كلامر جدا لا كان يعني بيصق فيك بيصق فيك آه أه أنا بعمله كل خير مش بعمله يعني هو كان وثق فيها جدا دايما المرأة والزوجة الحنونة ممكن تكون عارفة حاجات عن الزوج وعن طبعه أكتر من اللي أهله عرفوه عنه في البيت مثلا في بعض الزوجات كده الله يرحمه كان حاسس انه هيموت صغير وفعلا حصرت الحادثة الشهيرة واللي بيتقال لحد الوقت الله أعلم هقتل نفسه أيا كان الله يرحمهما الاتنين انت في اعتقادك الشخصي لما جيتي سألتي بينك وبين نفسك حسنتي انه من عشرتك معادة كان جوزك يعمل كده في نفسه احساسك يعمل كده في نفسه كان قدي كده عنده جنون لا مش جنون هو كانت الأنا عالية عنده جدا لأنه هو جده كان شغال في البرلمان والسته تركية وأغنية غينة فاحش وكان هو دلعة العيلة كلها مفيش غيره أنا بتكلم على بابا ومامته وجدته وخالته يعني هو دلعة العيلة وهو الوحيد اللي كان موجود وبعد يجي محمد فهم كانوا مدلعينه بزياد بزيادة بزيادة فهو كان عنده الأنا عالية جدا 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 فممكن وارد وارد إلى جانب أن بيقوله تفصيلا هو ده خلاك الناس بتقرف انجان ولا اتعصب إلى أنه ممكن يكون كان شارب الله أعلم يعني أنا مش قادرة أحكم على الموضوع بس لا ممكن يعمل بس أحساسك قالت آه لا لا ممكن يعمل ولكن ما